السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله نقدم معكم أهل الغطان بالتجاج والبطاطس كي يجي رائع جدا خفيف وصحي طبعا نتمنى انه هنا لاجابكم وتجربوه لانه كل ساق تجربة وسجلوه عندكم كوصفة المائدة الافطار او للعشاء في الشهر الفاضل ان شاء الله ما تحتاجوش في التحضير ديالو الا العشر دقائق سهل جدا والنتيجة رائعة مضاق رائع هنا عندي هربع حبات كبيرة ديال البطاطس وطبعا الدجاج على حسب المتوفر وعلى حسب عدد اشخاص رادي ناخد مولك يدخل الفران رادي ندير فيه ملقة ديال الزبدة ملقة كبيرة هادي ندهنوه جيدا باش ما تتسقش البطاطس هادي نفرغ البطاطس مقطع طبعا الى شرائح رقيقة باش طيب معنا ضغيه ممكن تديروها مربعات واللي مزروب بزاف ممكن اعملها شي شوية تايديرا في شي شوية المسخون تسلق جيب غلوه غيجوش دقيق فقط باش ما تجيش معجنا هادي نضيف الملح والفلفل اسود ملعقة صغيرة من كل حاجة وغادي نضيفها الكأس ديال القشدة الطرية اللي ما توفرات لوش ممكن يدير نصف كأس ديال الحليب وغادي نغطيليها وندخلها الفران هادي الأدنى عادي ناخد هنا عندي فخيضة ديال الدجاج وجنيوحات ممكن تديرو اي نوع ديال الدجاج عندكم بتعملوا سدار ممكن تديرو قطع هاك كبار يمتوفر درت الملح ابزار والزنجبيل وزيطرة وعادي نضيف عصير ديال الحامض عصير نصف حامضة عصير نصف ليمونة بالنسبة لإخواننا العرب بزاف كاي وقع ليا دلتباس مليكن قول الليمونة والحامض ما كيف يفهموش سوف نستف هادوك هادي نخليهم واحد خمسة دقايق ونخرج البطاطي اسم الفرن وغادي نستفهم عليها بهذا الشكل سوف نغطي عليه وندخلوا الفرن حتى كي طابلنا ذاك الدجاج وذيك البطاطا وفي هاد الاثناء عادي نوجد صلصة اللي غادي ندهن بها الدجاج ديالي هنا عندي ملقة صغيرة ديال التوابل الصينية لما توفرت لهش ممكن يعمل ملح والفلفل وشوية ديال خلقهم ويزيد عليهم شوية ديال السكر لانا دلتوا التوابل كي جيو فيهم ملوحة معا حلا وشوية وهنا درت رسم ملقة ديال الطماطم المركزة ممكن تعملوا الكيتشوب بلاسهم بالحق ما تزيدوش ما تزيدوش السكر إلا درتوا الكيتشوب ما تزيدوش السكر لاناو كي يكون ديجا حلو وعمل شوية ديال سلسة السوجا صافيك نحصل على واحد السوس اللي هي مدق ديالها زوين بزاف رائعة كاز عطي واحد اللون وواحد المدق زوين دجاج صافي هنا بعد مما طعب لنا غادي ناخد هاديك السوس غادي ندهن بيها مزيان دك الدجاج حتى يتشربو غادي ندهنو جوج مرات هادي شكل هادي ندخلو الفرن لمدة 15 دقيقة باش يتحمر لنا وكما كتشوفو راه ما ضفناش الزيت ما زال يعني راه خفيف في ديك المعنقة ديال الزبدة فقط صدقوني كيجي المدق دياله رائع وهدا هو الشكل دياله بعد مما تحمر نتمنى انه هنا الاعجابكم وتجربو ديك البطاطرة كتجي طايبة مزيان وتجاجفتي وبهاكا نكون وصلنا الاخر الفيديو نتمنى ان الوصفة تعجبكم ونتمنى من الناس لاول مرة كيشاهدوا القناة ما يخرجوا حتى يديروا الشراك ويفعلوا الجارس باش يتوصلوا بجريدة الوصفة